الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتمع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجن مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصبان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من ثوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأوحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جلوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا على المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في فنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير رازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقذ به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستطي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخير لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق وقولك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإسلام وأهله في كل مكان وكل زمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب نسألك يا رب العالمين نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الحرم المبارك أن ترينا عجائب قدرتك في أعدائنا أعداء الإسلام يا رب العالمين اللهم إن أعداء الإسلام قد طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترينا في أعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة والدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة والدين اللهم إنهم لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة اللهم إنهم قد روعوا الآمنين اللهم وأرنا فيهم بأسك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من يقول للشيء كن فيكون ويا من أمره بين الكاف والنون نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا هذه البلاد المباركة وأن تحميها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك اللهم أحفظ علينا بلدك الحرام اللهم واحفظ علينا بلدك الحرام يا هذا الجلال والإكرام اللهم واحفظ مقدساتنا ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم عم علينا بالأمن والإيمان في بلاد الحرمين وفي بلاد المسلمين كافة يا رب العالمين اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا ولنسكه مؤديا نسألك يا رب العالمين أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين اللهم بارك لنا ما تبقى من هذا الشهر الكريم اللهم وكما بلغتنا نصف هذا الشهر اللهم بلغنا عدته يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخوف وخطيئة اللهم إنا لا نفق إلا برحمتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين ها نحن نرفع وكفنا الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطينا ونستغفرك فاغفر لنا اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بدم مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم موفقنا لصالح الأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنا ليس بعده فقر وهدى ليس بعدها ضلالة اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر اللهم واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء اللهم واغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا قالين بأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ورزقا حلالا نكتثي به ونورا نهتدي به اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقنا واغثنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين